صباح القدس صباح القدس للأسد حامل هم البلد والعروبة رغم الصعوبة بفعل ما عاناه السوريون من أشقائهم العرب بمن فيهم شركاؤهم في الخطب وقد تخلى الجميع عنهم وشارك بقتالهم البعض منهم ما أنتج ردات فعل عصبية بعدما صارت رمزية عروبة البعض مذهبية وصار مرجع العروبة عنده العداء لإيران وليس التمسك بفلسطين والعداء للكيان لكن هذه حال العقائد والأديان لا تترك ولا يحل الكفر بدل الإيمان نكاية بالفسق والفجور عند بعض المؤمنين ولو كانوا الأغلبية فما المانع أن تكون الأغلبية غبية المهم في كلام الأسد للقوميين عليكم تحمل المسئولية وأن تحملوا خطاب التبيين وأن تتمسكوا بالهوية وأن تبحثوا عن بدائل ذكية لاسترداد ثقة الشعوب وقد أنهكتها الحروب وأن تدركوا أن حرب العقول تستهدف الهوية والقيم وتحويل الشعوب إلى قطيع من الغنم يذهب إلى المسلخ طالما طريقه مرعى والتنوير مهمة الأعلم والأوعى وحرب الوعي أخطر الحروب والتقنيات صارت متعددة الدروب تفتح الكثير من الأبواب للتخريب وتصل للبعيد والقريب لكنها أبواب متاحة لمن يتقن السباحة في بحار الفكر والثقافة كما هي مساحات للسخافة وفي نهاية المطاف على صاحب القضية أن لا يخاف طالما يدافع عن فكرة مقدسة وليس مجرد موظف في مؤسسة وفكرة المقاومة نور الأمة وطريقها إلى القمة ووصفة للانتصار واستعادة استقلال القرار والوحدة شرط التنمية والإنعزال وصفة للتعمية المهم ألا تضيع البوصلة عن القادة حول مفهوم السيادة والبوصلة فلسطين لا يضل طريقها صادق اسألوا جنين كيف تعرف المنافق واسألوا عين الحلوة عن مفهوم البلوة ليصح التمييز بين الصدق في القضية والعصبية المرضية ترجمة نانسي قنقر